الشخصية السايكوباثية السايكوباثية هو الشخصية ضد المجتمع ضد الآخرين شخص ملآن بالكره بالحقد بالحسد بالشر بالرغبة في الإذاء بالرغبة في إتعاس الآخرين باستغلال الآخرين باستذلالهم بمصهم كالليمون حتى آخر قطرة لا يشعر بالآخرين لا يتعاطف معهم إن أظهر شيئا من هذا فإن باب المسرحة والتمثيل للدرامي الكاذب يحلف أغلظ العيمان وهو كاذب في أتفه الأمور أو أجل الأمور وهو كاذب شخص خطير جدا جدا طالما تكلمت عن الشخصية السايكوباثية وحذرت منها احذروا وقرأوا عنها هذه الخطبة ليس خطبة في السايكولوج وكذا لكن اذهبوا وقرأوا سوف تجدون مواد علمية كثيرة تفقوا في هذا وخاصة الشباب والشبات احذروا من السايكوباثي وخاصة السايكوباثي المبدع يعني الذكي لأن السايكوباثي الغبي سرعان ما ينكشف أمره فيحذر السايكوباثي ليس له صدقات دائمة كل يوم صديق كل يوم علاقة جديدة لأنه حين ينكشف طبعا الناس مباشرة تتحاشى وتهرب منه إلى آخر ما يمكن الهرب ينصب شباكه على آخرين ويقعهم ضحايا وهكذا شخصية خطيرة علاقاته الجنسية المؤاخذة مضطربة لا يمكن ولا يصبر ويعجز عن أن يصبر على علاقة واحدة شرعية ولذلك ويعدد العلاقات المحرمة رجل فاحش يرتكي بالفاحشة والعياذ بالله وربما يتستر دون أي أن يدرى لكن حبل الكذب والتستر قصير لا بد أن يكشف يوما ما لهذا أو لذاك من الناس الشخصية السايكوباثية خطيرة جدا أخطر اضطرابات الشخصية على الإطلاق السايكوباثية فحذروها ترجمة نانسي قنقر